تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومئتين وستة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومئة وستة وتسعين ألف شخص هذا وتلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وستة وأربعين ألف شخص